السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مع التجربة الثانية في علم وظائف أعضاء النبات بنتكلم على ظاهرة تسمى ظاهرة تندل تندل افكت او ظاهرة تشتت شعاع الضوء زي ما احنا شايفين ايه اللي يخلي الضوء بالشكل ده كده لما يمر طبعا ان يمر بعض المحليل فنلاقيه مصار الضوء مش باين او يبان خط رفيع او يبان الضوء يتشتت بالشكل ده كده ايه السبب في هذه الظاهرة زي هنا احنا نحن شايفين مصار الضوء لكن هنا مصار الضوء واضح نفس الشي لو بسطنا من فوق بشكل رأسي هنلاقي هنا مصار الضوء لو ده ليزا JUST اغدر ايا من كاللونه بنلاقي ان هنا مش بين مصار الضوء لكن هنا بين مصار هذه الظاهرة اللي هي تشتت الضوء يسنوع ايه السبب فيها وهي اللي بيحصل السبب بكله بساطة احنا لو ومررنا ضوء. اذا خذنا الضوء ده مشتت اصلا يبقى لازم بنحط هنا عدسة معينة عشان تجمع الضوء عشان يبقى المصارد بالضوء بالاول مش مشتت لان احنا عايزين نشوف تشتت الضوء. وطبعا الافضل من استخدام ده ان احنا نستخدم ضوء لزل اللي هو ضوء بيبقى مركز اساسا ماشي بخط المستقيم ومركز بالشكل ده ايا كان لونه. المهم هو بنمرره داخل محلول ونبص عليه سواء من الجنب او بنبص عليه من فوق. فهلا ان الضوء او مصارد ضوء بنقدر نشوفه. طبعا ده بيعتمد على ايه? على حجم جزيئات المحلول اللي احنا هنمرره به. طبيعة المحلول يعني. زي ما احنا بنشوف كده. ازا كان المحلول اللي عندي سواء كانت مية بس يعني ماش دايب فيها حاجة او دايب شيء في المية. وجزيئاته صغيرة فمش هيسبب فيه تشتيت الضوء. اما كلما زادت جزيئات اللي دايبة هنبتدي نلاقي ان يحصل تشتت لشعاع الضوء ونقدر نشوفه بوضوء. هذه الظاهرة احنا بنشوفها الحقيقة في حياتنا العملية. يعني ايه اللي يخلي مثلا في غرفة زي اللي في النص الصورة في النص دي كده. غرفة احنا قاعدين فيها ضوء الشمس. نلاقي الاشعة بتاعته بالشكل ده كده. بينا بالشكل ده كده. ايه اللي يخلي اشعة الشمس شايفينها واحنا ماشيين في حديقة او في غابة او ما شابه. ايه اللي يخلي النور ضوء بتاع الفنوس ده او الضوء ده بينور مساحة كبيرة كده. ما كان ممكن ينور قدامه بس او في خطه مستقيم. كل هذه الاشكال والامثلة اللي تشتت الضوء بتيجي نجربها بالشكل ده كده فبنلاقي بنحط كاس كأس به ماء فقط ماء نقي وبنمر شرعة ليزر زي ما احنا شايفين من هنا ببنشوفش مصار الضوء طب لو حصل ودويبنا سكر او ملح فيه هذا الماء طبعا ده معناها محلول حقيقي جزيئاته الصغيرة فلما نمر ليزر برضو مش هنشوف شرعة الضوء في حين لو حطينا هنا لبن مع الميا نقطتين لبن مع الميا كمحلول غروي او زكارتينة كمحلول معلق فبنلاقي مصار الضوء بيكون واضح طبعا هنا بيكون اكتر شوية لان حجم جزيئات بيكون ايه اكبر يبقى دي الاربع تجارب اهم هنا ميا فقط هنا ميا ومعها سكر او ملح اللي هو المحلول الحقيقي هنا زكال لبن او دي او ما شابه بنعمل محلول غروي واده المحلول المعلق التجاربه بتاعتنا في واحد واثنين ما بنلاقيش المحلول الحقيقي في حين يشاهد مصاره وشوعاع الضوء في 3 و 4 بدرجة اكبر في 4 اللي هو المحلول الغروي المعلق دي المشاهد طب بنستنتج من كده ايه ان في 1 و 2 ما حصلتش تشتت للضوء 3 و 4 حصل تشتت بنفسر ده ازاي بنقول ان جزاءات الميا في 1 او المحلول الحقيقي في 2 اللي هو السكر او الملح خلاص لم يتسبب في تشتيت شعاع الضوء جزاءات صغيرة و بالتالي استمره في مصاره المستقيم في حين ان جزائيات المحلول الغروي هنا في نقطة نقصة الغروي او المحلول المعلق بتكون كبيرة الحجم مما يتسبب في استضامة شعة الضوء بها وتشتته في اتجاهات عدة وبالتالي يسهر رؤية نصار الضوء طبعا ده كله طبعا ليه بنعمل ده لان السيتوبلازم من من المحلول الغروي وبالتالي ما جاء حط اي ورقة نبات او اي خلية فيها سيتوبلازم وبفحصها بالمجهر بيمر فيها الضوء بقدر شوف المكونات بتاعتها ليه نتيجة هذه الظاهرة الي هي ظاهرة التندل وهي الحقيقة الظاهرة همه جدا لان الولاها مكانش هيبقى فيه التشتت والضوء الي احنا بنشوفه وأحنا ماشيين كده الظواغر الي احنا بنشوفه حاوالينا بهذا الشكل اخيرا بيكون في فيديو هنا بنحط الرابط بتاعه اسفل الشرح بتاع الفيديو بدل ما نعرضه هنا والده فيديو الرابط بتاعه هيكون موجود اسفل الفيديو الي عايز بيضغط عنه عشان يشوف التجربة أو يشوف الفيديو فعليا يعني التجربة وهي بتحصل قدام إن كنت أحسنت فمن الله إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم معلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء أو سمع يا رب أو كبر وإلى أن نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد أترككم في رعاية الله وأمانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته